سلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعانه إياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أيجمعانه إياكم في جنته ودار كرامته مع نبيين وصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وبعد ما زلنا أحبابي حول هذا المعنى الأساسي الذي ينبغى علينا أن نؤصل له وهو معنى حقيقة الشيعة حتى لا ينخدع فيها كثير من الناس وحتى يكون أيضا هذا بيان لكثير من عوام الشيعة حتى يتبينوا أين الحق وأين الباطل إحنا فتحنا ملفات كثيرة جدا الفاطر الماضية واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى هنتكلم بقى في ملفه من أخطر الملفات التي وقع فيها الشيعة هو ملف متعلق بالأموال ملف الخمس وهنوضح أدئين في فضايح وجرائم انتهكت في حق أموال الشيعة بسبب هذا الحق المزعوم الذي لا أصل له لا من كتاب ولا من سنة كما سيتبين الآن اللي يتدبر في القرآن يعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا من أحوال الأمم السابقة ومن أعظم الأمراض التي دبت في الأمم التي كانت قبلنا هو ما يتعلق بأمر الأموال فالأموال فتنة كما قال ربنا تبارك وتعالى وهي فتنة عظيمة خاصة لهذه الأمة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال والشيعة برزوا جدا في هذا المال أو حاخامات الشيعة أو معمام الشيعة أو المرجعية الشيعية تفننت جدا في هذا الباب سواء في الباب المتعلق بفتنة المال أو فتنة النساء زي ما هنفتح إن شاء الله الملف المتعلق بالمتعة بعد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى ملف الخمص ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا إن من أعظم الأمراض اللي دبت في الأم السابقة هو مرض المال فقال ربنا تبارك وتعالى في شأن العباد والرهبان والعلماء والقساوسة قال ربنا تبارك وتعالى إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله الله سبحانه وتعالى يوضح الأمن إن في كثير من الأحبار وكثير من الرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل كذلك أيضا قال الله سبحانه وتعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون فالله سبحانه وتعالى أيضا وضح لنا أن الأحبار الرهبان العلماء القساوسة وغيرهم من الأهم السابقة كان عندهم هذا الأمر أنهم يأكلون أموال الناس بالباطل قم قال ربنا تبارك وتعالى سماعون للكذب أكلون للسحت أي أكلون للرشوة أكلون للمال الحرام ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا وبين لنا أن كثيرا من هذه الأمة أيضا سيتبعون حذو هؤلاء أو طريق هؤلاء كما قال صلى الله عليه وسلم لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى في رواية فارس والروم فقال فمن الناس غير ذلك إذن هيكون فيه تتبع للعلماء والقساوسة للعلماء والرهبان والقساوسة هيسيروا على نفس المنهج اللي كان موجود قبل ذلك بحثنا ودورنا علشان نشوف من هم هؤلاء الذين يأكلون أموال الناس بالباطل فما وجدنا غير المرجعية والعياذ بالله التي تفننت في كيفية أكل أموال الناس بالباطل وطبعا تحت سطار الدين فيما يسمى الخمص وسبحان الله كعادة الشيعة أو المرجعية لأن طبعا عوام الشيعة هم معذرون في ذلك هم مساكين والله مساكين غيبوا عقولهم فمنعوهم تماما عن التفكر والتأمل وده الهدف من وراء البرنامج فكر وأعمل العقل مرة ثانية أيها الشيعي العاقل إن شاء الله بإذن الله يتبرك تعالى كعادة الشيعة ليس عندهم أي مستند من القرآن على عقائدهم يعني لو كلمناهم على الإمامة اللي هي أصل من الأصول أعظم من أركان الإسلام لا نجد لها دليلا في القرآن لو كلمناهم على المتعة التي قالوا في شأنها ليس من من لم يفعلها كانت النتيجة برضو لما نيجي نقول لهم هاتلنا آيات من القرآن يأتون بالقرآن طولا وعرضا شرقا وغربا شمالا وجنوبا ولا يأتون إلا بآية متشابهة ليست محكمة ولو حدثناهم أيضا عن مسألة الراجعة وعن مسألة الطينة وغيرها من العقائد ما وجدنا لهم أدلة في كتاب الله سبحانه وتعالى ولو سألناهم أيضا عن قضية الخمص ما وجدنا لهم في الخمص دليلا إلا دليلا واحدا قال وهو قول الله سبحانه وتعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربة واليتامة والمساكين وابن السبيل هذه الآية هي الآية الوحيدة فقط التي استدلوا بها على وجوب إعطاء الخمص للمعمم أو للفقيه وبعد ذلك الفقيه يضع هذه الأموال حيث شاء وهنا نعرف دولاتهم وبيحطوا هذه الأموال فين عايز أأكد عن نقطة مهمة عايز أقول للشيء عن القرآن ده سياق كامل ما ينفعش أخذ آية من سياقها والإنسان مننا لو قرأ فعلا لو قرأ فعلا هذه الآية ما قبلها وما بعدها لعلم يقينا أن هذه الآية ليس لها أي تعلق بالخمص هذه الآية تتعلق الآن عن الغنائم غنائم الحرب والدليل على ذلك اقرأوا السياق قبل الآية وبعد الآية تقدر تفهم فعلا أن المراد بالغنيمة هنا ليس معناها الغنيمة من الأرباح أو من التجارات أو من الأراضي أو من أثاث البيت أو من الهدايا أو حتى الخواتم أو حتى طيور الزينة كما سيتبين لنا الآن أو حتى في أموال المخدرات لو واحد بيتاج المخدرات واجب عليه الخمص اللي يقرأ الآية قبل وبعد يعلم يقينا أن الآية لا تتحدث إلا عن غنائم الحرب لو قرأنا قبلها بآيتين قال الله سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله والآية التي تليها وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير فما قبل آية الخمص يتكلم عن القتال ويتكلم عن الجهاد كذلك أيضا ما بعد الآية إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والرقب أسفل منكم وصف لمعركة بدر فما قبل الآية وما بعد الآية متعلق بغنائم الحرب مش كده وبس لو نظرنا للصورة من أولها إلى آخرها الصورة من أولها إلى آخرها إنما تتكلم عن غزوة بدر والغنائم التي أخذها الصحابة من بعد هذه الغزوة العظيمة التي سماها الله عز وجل يوم الفرقان طيب السؤال أول سؤال أهو بنطرحه على الشيعة إذا كانت الآية في سياقها ما قبلها بأيتين وما بعدها بأيتين ومن أول الصورة إلى آخر الصورة متعلق بغنيمة الحرب لماذا أوجب عليكم فقهائكم ومرجعيتكم أن المسألة تكون متعلقة بكل أموال تكتسبوها أنا النهاردة راجل موظف باغد ألف جنيه لازم أول ماغد ألف جنيه أود الخمص للمرجعية أنا راجل تاجر تاجرته وكسبت مئة ألف جنيه أود الخمص للمرجعية أنا عندي في بيتي للأطفال عصفير زينة في أفص أقدر قمتها وطلع قمسها للمرجعية لو أنا إنسان بحب الخواتم وعندي هواية جمع الخواتم أقدر الخواتم دي أد إيه وطلع الخمص للمرجعية من قال ذلك حتى أثاث البيت يعني حتى أثاث البيت عندي أقدر أثاث البيت النهاردة عندي ثمن وكم وطلع الخمص للمرجعية من قال هذا الآية مش كده خالص حتى لما عدنا حتى لما عدنا للكتب المتعلقة بالشيعة أنفسهم وجدنا إن المسألة ليس لها أي تعلق تماما بالغنائم اللي هي كل ما اكتسبه الإنسان لا الغنيمة هنا متعلقة بغنيمة حرب هناخد مع بعض النهاردة أول وثيقة وهي من كتاب تهذيب الأحكام للتوصي هذه الوثيقة نعرضها كده مع بعض معتز جزاكم الله خيرا هذه الوثيقة كما هو ظهر قدامكم سمعت أبا عبد الله يقول ليس الخمص إلا في المغانم خاصة المغانم يعني إيه خاصة؟ أي مغانم الحرب فشوفوا بقى أول جناية جناها هؤلاء المعممين المعممون جناها هؤلاء المرجعية فيقول لك لا يعني معناها مش معنى فالمراد به فالمراد به ليس الخمص بظاهر القرآن إحنا مش ناخد بظاهر القرآن ظاهر القرآن بيقوله نية غنيمة الحرب فبيقول لا إحنا لن نأخذ بظاهر القرآن إلا في المغانم خاصة لأن ما عدا المغانم التي أوجبنا فيها الخمص إذ لم تذبت ذلك بكتاب الله وإنما ثبتت بالسنة طب إنت بتذكر الآية ليه طب إذا كانت هي لم تذبت أصلا بالقرآن بتذكر الآية دي ليه وبتخليها حجة ومرجعية بالنسبة لك ليه الآن جعفر الصدق بيقول يا جماعة المغانم دي المقصود بها المغانم الخاصة اللي وردت في القرآن اللي هي ليس لها معنى إلا حاجة واحدة بس إلا حاجة واحدة بس المراد بها غنائم الحرب ولو نظرنا إلى القرآن هنجد أيضا أن الله سبحانه وتعالى ودي الواقفة التانية الواقفة التانية بتقول لنا إن المقصود بالمغانم التي ذكرها الله عز وجل من أول بقى القرآن إلى آخره إحنا خذنا دلوقتي إن المغانم في الآية إحنا ذكرناها ما قبل الآية وما بعد الآية متعلق بغنيمة الحرب من أول الصورة لآخر الصورة ليس له أي تعلق إلا بغنيمة الحرب كذلك أيضا سبحان الله من تدبر وتأمل أيضا فيما يتعلق بالقرآن من أوله إلى آخره لوجد أيضا أن الغنائم التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه إنما هي متعلقة متعلقة بالغنائم المتعلقة أيضا بالحرب فقط قال الله سبحانه وتعالى سيقول لك المخلفون إذا انطلاقتم سيقول المخلفون إذا انطلاقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرون نتبعكم المغانم هنا المقصود بيها هي مغانم خيبر التي اغتنمها رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر هاتوا أي كلمة غنيمة وردت في القرآن من أوله بقى إلى آخره ليس لها أي تعلق أبدا إلا بمسألة غنائم الحرب غنائم الحرب أما ما يتعلق بالتجارات والأرباح والأموال والمكاسب فهذه لم يرد فيها نص في القرآن إنها تدخل في الغنائم لأن الله عبر عن المكاسب في آيات أخرى فصلها تماما عن آيات الغنائم فقال ربنا تبارك وتعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض فربنا سبحانه وتعالى الآن في القرآن فصل لنا بين ما يتعلق بغنائم الحرب اللي فيها الخمس وفصل لنا بين المكاسب التي يكتسبها الإنسان ولكن أبت المرجعية الشيعية إلا أن تستنزف أموال الناس إلا أن تستنزف أموال الناس وتلبس على الناس أمر دينها تحت ما يسمى بمسألة الخمس وإذا عدنا إلى كتب التفسير كتب تفسير شيعية هنجد أن كتب التفسير فهمت من مسألة واعلموا أن ما غنمتم فهموا من الغنيمة أنها ما تتعلق بقضية غنائم الحرب من ذلك مثلا يقول التوصي في تفسيره البيان وده رجل شيعي في تفسير البيان طبع الطهران الجزء الخامس صفحة 117 قال الغنيمة ما أخذ من أموال أهل الحرب من الكفار بقتال وهي هبة من الله للمسلمين والفيء ما أخذ بغير قتال كذلك أيضا يذكر الأردبيلي أحد علماء الشيعة في كتابه زبدة البيان ذكر نفس العبارة إن الغنيمة هو ما أخذ من الكفار في مسألة الحروب وذكر الجواد الكاظمي في كتابه مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام فقال ظاهر الغنيمة ما أخذت من دار الحرب ونقل العلامة المجلسي أحد أكبر علماء الشيعة صاحب بحار الأنوار أحد الكتب التمانية المعتمدة في مرآة العقول الجزء الأول صفحة 441 قال والذي ينبغي أن يذكر هنا مضمون الآية فهي تدل على وجوبه في غناء مدار الحرب بس في غناء مدار الحرب مما يصدق عليه شيء أي شيء كان منقولا أو غير منقول فإن المتبادر من الغنيمة هنا هي ذلك هي ذلك ويؤيده تفسير المفسرين به وكون ما قبل الآية وما بعدها في الحرب يعني حتى المجلسي أكبر إمام من أكبر الأئمة عندهم بيقول أني نفهم كويس جدا من معنى أعلمه أنما غنمته من شيء ما قبل وما بعد هو متعلق بغنيمة الحرب أماليا ترى المرجعية بتاخد الفلوس دي تودية فينم هأعرض لكم الآن فيديو هذا الفيديو بيوضح لنا كثير من الفضائح المتعلقة وده أول فيديو هيكون معنا هنعرف من خلالها هو ليه المرجعية أكدت وركزت أوي أوي على قضية مسألة الخمص وزينا هنعرف الآن اللي مش هيدفع الخمص فهو ابن زينة على طول واللي مش هيدفع الخمص فهو في منزلة تارك الصلاة وهو خالد مخلت في النار وهنعرف الآن أن تارك الخمص ده على كبيرة هي من أعظم الكبائر عند الله سبحانه وتعالى بس السؤال اللي بيطرح نفسه لماذا أكد هؤلاء المرجعية وهؤلاء المعممون على قضية الخمص السؤال ليه يطرى ليه أكده هنعرف إن شاء الله من خلال هذا الفيديو الذي يعرض لكم الذي يتبين لنا فيه أين تذهب أموال الخمص يعني مليار ما أحد ما يسأل مليارات السيد الغوئي وين راحت مو كلها بلندن مو هناك في شارع واحد يسمون شارع الصهرين واحد اثنين أدى السيد المرجع السيد الثاني أدى الصهرين اثنينهم كل واحد ما يفعله في شارع يسمونه شارع الصهرين هذا من المرجع يتمرر ويذهب في طائرة ثلاثين واحد أو أربعين واحد مدوية لأنه مريض شهرين فنادق مطاعم طائرات ومليارات أنه المرجع مريض الفقيه مريض هذا أموال منية مو من الخمص والزكاة الخمص والزكاة مو رؤان يقول للفقراء والمساكين قال للندن زين أنت أيها المرجع خب جيب دكتور من بغدال يجي بلا نفقات بلا هالمليارات تصلت من أموال اليتامة والمساكين ما تقدر أخوة تجيب واحد من لندن زين هذه مو تبذير بالأموال ولهذا أنا أقول مو فقط مو واجب الخمص حرام الخمص الآن حرام شارعا حرام ليس لأنه أين الإسراف والتبذير لأنه أنت جاءت انطيل وتدري هذا ما يروح للفقير والمساكين كان ما جاءت الطيل مثلا في المليون الدب ببلل لعا هذا إسراف قطعا حرام المليارات التي تأخذونها من الشيعة أين تذهب؟ أنا أقول لسيد الكشميري الشقق والبنايات التي اشتريت في لندن من قبل بنات السيد حفيدات السيد أحفاد السيد السيستاني وأنتم وغيركم البنايات الضخمة التي اشتريت بهذه الأموال الطائلة لو حذفتم شيئا بدل أن يشترى مثلا في مليون ومئتين ألف ثلاثمائة ألف بدل ثلاثمائة ألف فوق المليون مئتان ألف فوق المليون مئتان ألف فوق المليون ومئة ألف تصرف على هذه المؤسسة من دون الاحتياج إلى مثل هذه المجالس المسيئة للزهراء صلوات الله وسلامه عليها أو الأموال التي تصرف على أحفاد السيد السيستاني الآن على جامعاتهم وعلى مصاريفهم وعلى بذخهم أو على ولائمكم وعلى حفلاتكم وعلى أسفاركم الأسفار التي تصرف ما يصرف فيها وتهب علينا روائح هذه الأسفار هبت علينا قبل أيام روائح المرجعية العطرة من هناك من سيدني بأموال الشيعة التي تأخذ باسم الإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه أظن أصبحت المسألة واضحة بالنسبة لنا الآن لماذا يؤكد الشيعة دائما على قضية الخمس عفوا لماذا يؤكد دائما تؤكد المرجعية ويؤكد المعممون على قضية الخمس الخمس التي ليس لها أصل أصل من القرآن أبدا حتى روايات السنة التي رواتها كتب الشيعة كلها ضعيفة ومجذوبة ورجع الأسانيد انشئتهم سبحان الله عرفتم فين الفلوس بيتتاخد يبقى العامل طالع بيجر عربية طول النهار والعامل المسكين اللي بيشيل يعني الصبع على كتفه طول النهار والشيعة المسكين الموظف المسكين اللي بيكد واجدح طول الشهر عشان في الآخر ياخد الأموال قبل ما توصل الأموال لبيته لابد أنه يقططع منها الخمس وتروح للمرجعية وبعد كده المرجعية لما يتعب يبعت يجيب دكتور من لندن يبعت يجيب دكتور المرجعية بعد كده يصف هذه الأموال على الولائم وعلى أحفاده وعلى تعليم أحفاده وعلى البلاد الضخمة القصور اللي اتشارت هناك في لندن القصور قصور عظيمة جدا اتشارت في لندن باسم المرجعية السستاني وهتعرض فضائح لن أتركهم أبدا سنعرض لهم فضائحهم في المجلات في الكتب ومن خلال أقرب الناس ليهم وتسجلاتهم الصوتية والمرئية أدئي هؤلاء المرجعية استنزفوا أموال فقراء أموال فقراء الشيعة ثم بعد ذلك يتمتعونهم بهذه الأموال النبي صلى الله عليه وسلم كان قال في شأن الزكاة تأخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فعكسة المرجعية هذا الدليل في شأن الخمس فقالوا تأخذ من فقرائهم فترد على أسيادهم ومعمميهم أرجو أن الملف يكون واضح بالنسبة لعام الشيعة هقف مع الآية وقفات كثيرة جدا حتى أهدم هذا الأصل الذي اعتمده هؤلاء الشيعة ونظهر فضائحهم حتى يتبين للشيعة أين تذهب أموالهم وصلى الله على بينا محمد وعلى أهلي وصحبه وصلى الله عليه وسلم ما هم بي أمتي أحمد لا والذي فقر السماء ما هم بي أمتي خير خلق لا إباد أن وانت